نضم إلينا من واشنطن الدكتور عسام اسكندر المحلل السياسي دكتور مع إشارات الولايات المتحدة الأمريكية دوما لتدخل الإيراني أو نفوذ الإيراني في المنطقة كيف نحلل أو نفهم هذا القرار الأمريكي بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ من منطقة الشرق الأوسط دكتور دعني أحيي حضرتك والسادة مشاهدي قناة الغد بالفعل هذا القرار لم يكن مفاجئا ولكن كان معروفا منذ شهر مارس الماضي أن هناك خلل ما حدث في بعض البطاريات وقد أزاعت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لفيديو لساروخين أحدهم غير مصاره في التصدي لأحد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية والآخر ضل طريقه وانفجر على مقربة من إحدى المدن الهامة في السعودية وبالتالي أزاعت وكالك السوش بريس بأنه يعني هناك محاولة لإعادة تقييم مدى فاعلية هذه الصواريخ ربما كان المعلن أنه إجراء روتيني ولكن هو في الحقيقة إجراء لمراجعة مدى فاعلية هذه الصواريخ ما هو الرابط دكتور بين توقيت أو دلالات التوقيت هنا لهذا القرار الأمريكي مع تصريحات روسية بنشر منظومات S-300 في سوريا يعني المنطقة تتهيأ كما تفضلت حضرتك لشيء ما بيحاكي الآن ربما تكون مقدمة على نوع من الحروب الجديدة ربما تتطلب بعض المنظومات الأكثر تطورا ربما تكون هناك محاولة لتجديد وصيانة وإحلال وإبدال بعض المنظومات ولكن المعلن شيء والواقع بتعتمل فيه أشياء أخرى طيب يا دكتور زيادة التركيز على التهديدات القادمة من الصين ومن روسيا ربما هناك تغيير لميدان الصراع إلى الشرق الأقصى هل يعني إعادة نشر هذه المنظومات الدفاعية في مناطق أخرى بعيدة عن المنطقة وبالتالي تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها في منطقة الشرق الأوسط لا أتصور أن الولايات المتحدة ستتخلى عن حلفائها بل بالعكس ربما يتمدهم بما هو أكثر حداسة وتطورا في هذه المنظومات لو أنها داخلها على حرب كبرى يقال هنا أنها تتهيأ لها ولكن يعني ما حدث ربما ارتبط بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا عام 2015 حين صحبت بطاريات باتريوت من تركيا وهاجة وماجة أردغان واعتبر أن هذا عقابا له في هذه الحالة الجديدة نحن أمام دول حليفة الولايات المتحدة الأمريكية تملك بداء للدفاع عن نفسها بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة للدفاع عن هؤلاء الحلفاء في كل توقيت وربما كان نوعا من أنواع المبالغة في التقرير اليوم في الصحافة الأمريكية من أن صحب هذه البطاريات ربما للتوجه إلى الصين وروسيا وهو الشرق الأقصى وإن كان في الأمرين الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حلفائها هل يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران وبالعقوبات الاقتصادية على طهران لا أتصور هذا لأن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي معناه إعلان الحرب هذه الحرب تأخذ خطوات تصاعدية تأخذ أشكال متعددة من العقوبات الاقتصادية إلى تقليص أجنحة إيران وميليشياتها المعاونة لها في المنطقة إلى محاولة إخضاعها مرة أخرى للبند السابع وهذا ما تخشى إيران ولكن الحرب قادمة في ظل ما يحدث الآن كل المؤشرات تشير إلى ذلك ما لم يحدث شيئا ما جديدا ربما يغير المعادلات وربما كان اليوم مغازلة روحاني المبطنة للرئيس ترامب من أنه سيعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي يعني نوع من أنواع الخروج من هذه الدائرة التي تضيق حوله يوما بعد يوم شكرا جزيلا من واشنطن ضيفي الدكتور عسام اسكندر المحلل السياسي أشكرك دكتور على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر